هذا وقد أمرت نيبة العامة بحبس صائق حافلة حادث الدقهلية كما قررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة حيث تبين من خلال التحليل المبدئي للمتهم تعاطيه مخدرا في غضون ذلك صرح محافظ الدقهلية إيمان مختار أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه كتعويض لكل حالة وفاة في الحادث بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء كما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الفورية وصرف المساعدات المالية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية دقائه مجلس الوزراء صدق بمضاعفة القيمة المالية المصروفة لكل أسرة متوفية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه بالإضافة طبعا المخصصات المالية للمصابين بالإضافة إلى الإسعافات ورعاية الصحية للأخوة المصابين